السلام برداري هانين كل شي مزيان معكم راشيد اليوم فلوغ جديد في قناة راشيد اف فلوغ اليوم ان شاء الله سنضربوا تسركي لبني ملال وسنوريكم الشوارع ديالها وسنوريكم العين وسنوريكم قصار عين السردون وسنوريكم واحدة المنطقة التي تتوجد فيها الجاديبية مع كوثا نحن هذا فكانت تواجده في مطار فني ملال المعروف بالقفزات الميضلية التي تصلت إلى ثمن تلك تصل للقفزة إلى 2000 درهم للقفزة الحرة حاليا سنذهب ونظر على مطار فني ملال أنا وصديق عثمان سوف أبقى الدراري أول مرة يرى الفيديو لي لا ينسى الاشتراك والاشتراك 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 دعوكم معي اشتركوا في القناة 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 دعوكم تشوفوا معي كيف يجدير العين السردون في دليم الليل لما عمر وجل العين يجيليا مرحبا بي موسيقى سوف نرى المنفع العين السردون التي تخرج السلال تقريبا موسيقى موسيقى هذا المنفع الثاني للعين السردون المنفع الأصلي لا أعرف كيف يمكن هذا تأتيز من حج الشبال وصلنا إلى المنفع العين السردون وصلنا إلى موسيقى سوف نرى المنفع السلام عليكم شكرا موسيقى 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 نحن نشربه موسيقى المنبع العين السردون الآن سوف نخرج على قصر عين السردون أول شيء أريد أن أقول لكم عين السردون عندها قصة قديمة و تاريخية أنها لم تسمى عين السردون هي كلمة أمازيغية تسمى عين الفغل كان هناك سيد من قبيلة قريبة من قديمة كان يأتي السوق من بني ملال و كان يدوز على هذه العين كان يورد من الفهمة والفغل ولكن جاء و أحد مرة الناس بني ملال يقولوا أن العين يخرج منها الصوف و أتذكر أن أحد مرة كانت المرأة و كانت تصبن ثم الصوفة في العين و كان هناك جزء كبير من الصوفة يخرج في العين لذلك لماذا قالوا الناس بني ملال أنها تخرج الصوفة و هو يحفظ عليهم المنبع العين لأنه يخرج الماء وهبط البني ملال و لم يكن لديهم الماء و هو يتفاوض معهم قال لي أنه لدي قدرة خارقة على حسب القصة التي يقولون الناس لأنه لدي قدرة خارقة لأنه لديهم المنبع العين و يتفاوض معهم و قالوا أنهم سأتعمروا لي الشواري بغلة في العملة الحسنية و يتفاوض معهم و أطلق لهم الماء لكي يتأكد أن هذا المنبع الأصلي لح فيه التبن و من يرجع لقال الناس بني ملال يحضروا على أساس أنه يخرج منها التبن في المرة الثانية و لكنهم يشكوا فيه و تبعوه و تبقوا تابعينه و حتل الفلاصة منه كي يحبس عليهم الماء و لا يهدوا بأنه سيقتلوه إذا سيقطع عليهم الماء و من تماكز ظاهرة الفلاحة و السياحة في بني ملال و الطورات القادية حتى الآن و سأرسلوا الأصلي فهو نلخل و نقطع ماء عين السردون و النهائية قصة و كيف تبنوه المساعدة المصدر المصدر مهي بحق موسيقى وصلنا إلى القصار عين السردون لا يعيدش بكثير القصار عنده تاريخ في القديم كانت نزاعات قبيلة أمازيغية وبنوع أساس أنه كبرج مراقبة يرقف فيها أعداء بحسن ما كانت يقوله على شكله بحل برج مراقبة سوف نشوف المدينة من الضبط المصدر موسيقى 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 هناك مقاعدة موسيقى وهناك موسيقى يكا تطلع في العكس يعني ظاهرة غريبة قادي نمشي بذبا نكتشفوها كينا في عين الغازي قرب عينة سردون ما بعيدش بزاف 4 دقائق من عينة سردون لعين الغازي يوحث فيستا يالا اخويا اعتمان كينا احنا دبا متواجدين في المكان اللي قلت لكم انه في ذلك الظاهرة الجاذبية المعكوسة بحيث انها تتسكت طمويل ولموطور في الهفطة ديالو في التحت وهي كتطلع الراسة يعني ساكتة كتطلع ظاهرة غريبة واحد المقبرة جاوب الكثير من العلمات في السرود القادية لماذا تتطلع ولم تهفط يقولون ان هناك طاقة جاذبة او مغناطية كي يجدب الحويج من وجهة ناظر ديالي نقول انه غير وهم اعتمان تورا يديرو اعتمان شك تقول تفسير ديالك لهذه الظاهرة لا اعرف اعتمان دكتاء اعتمان يكون شي مغناطية اعتمان اعتمان شي بلية بلا مغناطية اعتمان يكون ديالالعاب العقل انا كتبالك طلعويه بطلع اللي بغاية يعرف يجرب الراسة لكي يتأكد كما تشوفو اعتمان اعتمان هو جايب على الموطور موطور ساكت في طلعة يعني غايب عليكم الناس التحت وموطور جاي طالع ساكت اعتمان 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 دايرة غريبة جدا شكو شكو شبالكاتشو ساكت اعمل ساكت اجاب دي الاهجه بزير اعطان الله اعني غادي يطالعين في العقس الطريق وايه لتحت الديال موطور ساكس طبوظوم قريب سنعود ونجربه سنعود ونجربه غالب اننا كنا هبطل ورانا بابا خصنا نحن هبطل وصلنا لنهاية الفيديو وكنتمنى يعجبكم وما تنساوش تديروا الاشتراك في طانعات الى كنتي اول مرة تجاهدني دير اشتراك وفعل زاراش بشي وصلك اي جديد وإلى عجبك الفيديو ما تنساش تدير لايك وبارتاج تهلاو لايعونكم